مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي واحد نقط يعشرة نقط وهي شائعة إذن النقطة الأولى وهي عدم تحصين الأرانيب نقطة مهمة هذه بحيث يجب تحصين الأرانيب لأنك هنا واحد أمراض موسمية خصصا في شهر 3 و 6 و 9 هاد الأمراض الموسمية خاصنا نكونوا دايلها تحصين ضد تسمم الدموي التحصين شنا هو 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 يبرا ديال كوني بخافاك معروفة الاسم ديالة كوني بخافاك إذن هالتحصين هدا شحال موحد غالط وكيقول باللي إلا أنا كنعيش الأرانيب ديالي بلا تحصين يعني غدي عيش وغي هاد كاك ما نحصنهم شو راه نداز عليهم العام وراهم زياني وخايكم نداز عليهم العام إلا كتيكسبتي واحد نتوات يعني بغيتي تخليهم باش يولدوا كوني متأكد أنه غدي يجي واحد لقيتها اللي ما غديش يكونوا كتاسبوها داك المناعة ويقدر الله قدر الله ييموتوا يا تالإنسان كذلك لاحظوا أنه قاع أي واحد كيدير التحصين في الصغور ديالو يعني الجلبة الجلبة شنا هي عبارة عن التحصين إذن النقطة الثانية وهي تقديم أو إعطاء جروعات زائدة من الفيتامينات أو الأدوية شحال موحد كي يمشي كي يقول باللي مثلا الجروعات اللي كينين إذا مشيت تعطيه كتر را غدي يكونوا مزيان هل نقول الفيتاميين غد تعطيهم معلقة وحدة نقول لا أنا أنا أعطيهم جمع معلقات مشي واللي أصح لا للفيتاميين لا الدوية ديال الألاني بخاصة تعطيهم بالجروعات المناسبة ما تزيدش فوق الواحد المثال كي يقولوه بالداريجاك يقولك الدواء كي تعطيه بالقرام ماشي بالعرامي يعني ماشي إذا عطيت إذا شرطي الدواء كتر من الحد را غدي تقولي مزيان را بالعكس إذك شي يقدري تقرب ما يبقاش خدامه غدي يقولي بالعكس غدي يقولي يضر غدي يقولي مو در إذن ضروري نقرأوا هذك الوصفة الطيبية أو نسولوا البيطاري ديالنا يعني شحال ديال ديال الجرعة اللي غدي اللي مسموح بها أنني نعطيها الألانيب ديالي إذن هذه النقطة النقطة الثالثة وهي الإهمال الإهمال ديال الألانيب من حيث النظافة ضروري أن الألانيب ديالي ديما نقع لها شحال موحد كيقولي كلاوانا كنخليهم أربع أيام خمس أيام وترسي ما نعباش كننقع لهم الألانيب ساهلين في التربية فعلا الألانيب ساهلين في التربية ولكن مشيء لدرجة أنك غدي تخليهم تخليهم واحد يام واربع أيام خصا التربية الأرضية النس اللي كيدلوا التربية الأرضية ضروري ينقيوا وينقيوا وينقيوا على الألانيب ديالي إذن هذه النقطة نقطة وزيدون حتى النس اللي عندهم سبحوا لي حتى النس اللي عندهم الكيجان بحال هكا لما لا واحد منها نديروا غي الغسيل للقفص نشد القفص مثلا نجو السيمانات ندير هالطريقة هذي ديال الميكا كل شي كي يتجمع فاله هالطاس أنتما ولكن بانيو ولكن خاص ضروري أن هاد الكارج حتى هو مرة مرة يتخسل يعني القناة ديالو مثلا هاد القناة ديالو ممكن أن شي تراكمه تتجمع إذن واحد النهار مثلا نجو السيمانات ولا ثلاثة السيمانات وحيي الألانيب وخسل الكارج كامل هذن بالنسبة أو سنين الناس اللي عندهم إلا البطاريات ولا الكيجان الأقفص هنا قضية أخرى وهي عدم إعطاء الماء للألانيب هذه فكرة خاطئة هنا ناس اللي كيقولوا لا الألانيب ديالي ما كنعطيها مش الماء ما يمكنش الألانيب ما كنعطيها مش الماء الإنسان النبات الحيوان أي واحد خصوا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي كين الناس اللي كيمشيوا كيقولك احنا ما كنعطيوش الألانيب ديالنا للماء وراهم عايشين راهم غالطين هذوك أغلبية كونو ديالناس جيل فادية شنو كيعوض الماء الألانيب وهو هذوك 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 الخضراء اللي كيعطيهم الخضراء فيها الماء النباتات را فيهم الماء واخرها عايش مسكين هذوك الأرنب ولكن را عايش معدب خاصة تعطيه الماء ولو في هالطاسات بحال هكا ولو آآ ناس لي دايرين بحال هذوك تيويات بفيهم الحلامات بتاهم وكذلك مشي مشكي أي حاجة على حسب المتاح عندك غيطة صحة الحال هذي ممكن أنك تعطيها للأرنب وراه مسكين غاديشرب منه وغاديعيش إذن هذي نقطة آآ نقطة أخرى وهي عدم آآ عفوان آآ وهي إعطاء الأرنب آآ حبوب منع الحمل هذ النقطة هذي راها هذرت عليها في واحد الفيديو السابق هي فكرة يعني شائعة فالأيام ما بين فالمنطقة الشرقية بعدها ما بين الناس يعني مربين كي يصحابوا باللي أي لمشي ترطيسي يعني حيث حبوب منع من الحمل حيث خطأ اللي كاين فالأيام أن المرض ما جاش فالعام شنو صحابو باللي راه هذك الحبوب دي المنع الحمل راه يلي لحماتهم راه كين الناس ما دين نش قاعد دواء وراء ما ما تقول هم ش من الأرنب يرم حاولوا أنكم تديروا الدواء ديال الأرنب الخاص بالأرنب هذك تجريبة أن ننشد واحد دواء مكان ونعطيه الأرنب وراء ما غاديش يموت هذك راه فكرة خاطئة حبوب ديال منع الحمل راه سولت وعود سولت ما تربط تصيلة بالأرنب ما عندهم شي صيلة بتربية الأرنب هذك الحبوب ديال منع الحمل إذن هذه نقطة نقطة أخرى وهي عدم تشميس الأرنب أنا عدم تشميس الأرنب مشي أنكم تحطهم الشمس مباشرة ولكن يكونوا واصلهم الأشي عادية الشمس مثلا نشوفوا هنا في الصباح كالصباح ضربة الشمش هنا 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 في الصطح تكون ضربة الشمش ولكن غي الأشي عادية لها خفيفة يعني تكون داخل المكان مشي تكون أنتم ديالهم في حق الغاراج مثلا ولا في حق اللي بيت موضم ما كنتوصلهم للشمش الأول هذا الشمش رها ضرورية رافعة طاقة أطيف ديال معروفة طاقة أطيف ديال ديال ضروري أنكم تحميوا الأرنب ديال ديال و هي الشمس أصلا رها معقيمة كتعقم وفي نفس الوقت العظام أنها كتقوي العظام وفي ها طاقة أطيف إذن هذه نقطة نقطة أخرى وهي توجيه الأرنب للطيارات الهوائية المباشرة الشمس سيقول بالله سيصد نشد واحد الفرفارة و يوجه الأرنب و يخليها ضربة فيهم لكي يتبردوا هذا ليس تربية الأرنب باتاتم لا كان فرفارة تضرب في الأرنب مباشرة هم عرقانين والتدير لهم الريح يعني كين السخونية وكين ريح لا هذا الخطأ كين الصحيح وهو الطيارات الهوائية الكورونغير يعني الفلاصم اللي انتمو في البيت اللي كان فيها الأرنب ممكن أنكم تستعنوا في الفارة ولكن يكون واحد طيار يدخل من الباب مثلا ويخرج من شر يعني يدور في هذه الغرفة هذا هو الكورون يعني كين وحد طيار وميكون مش مجهد وكين الناس يعاوس انك يستعنوا بالفرفارات اللي متحركة يعني كتقدور وفي نفس الوخص هذه الفرفارات كلها كالدور كالدور مرة كالدور يمين مرة كالدور ممكن أنكم تديرها كان نقطة أخرى هي نقطة رقم 8 وهي إعطاء الماء البارد في فصل الصيف مباشرة للأرنب شحان موعد غاد يقول آه لا هاد يدير بحير هكا هاد يقيس الماء هكا هاد يقيس الماء بحير هكا نشد الماء من التلاجة ونعطيه الآرنب ديالي هاديك في كراك خاطئة مئة بالمئة إذا مشيت سعطيت الآرنب وهم مصار ديالهم سخون صاف غير تودع معهم رام كيتنقخلهم مصار ويموتهم عطيهم الماء يعني تكون درجة الحرارة ديال الماء ملائمة المكان اللي هم في إذا كان المكان شوية يسخون ممكن أن تعطيهم الموت تخليه في واحد الجهة حتى يشد الحرارة ديال المكان اللي موجودين في الآرنب عاد ممكن تعطيه هذه الطريقة الصحيح إذا هناك نقطة أخرى وهي البخل البخل على تربية الآرنب يعني كان شوية واحد يقول لا أنا غادي ندير المشروع وما غادي نصرف عليه تريا غادي نشد مغا نشري لا علف تنوع من الحبوب غادي نقل نعطيهم غي حشاكم الأزبال الأزبال يعني ممكن أنه يبقى يشري الخوضة روي يعطيهم الشياطة مسموح بها مشي مشكي يعني يعطيهم القصر يعطيهم الدوى ديال المرارة وصفي وتعطيهم القصر أما باش كي الناس اللي لا يسمح كيديرو معشي خضارة اللي كيبيعو الخضرة منين يضيع هذيك الخضرة كيشدو هذيك الخضرة التالفة الضائع اللي فيها الريحة المعفنة ويقوها الأراني هذوكرة كتتعدى لذيك الأراني ديال إذن البخل ما يكونش ضروري أنك تصرف باش تربح ضروري كين نقطة أخرى وهي كشف الأراني على الغريب هذي نقطة أخيرة ويعني ما غاليش متسهل معشي واحد يلم شتدارها إن هذي تربية دي الأراني بكلها يعني وخد تصدق يصدقوك الأراني بذيالك وخد دير الدواء وخد دير يعني الاحتياطات مهم قاعد نصائح كلها طبقتها وبقى في الأخر الفرحة أنك اربحتي من هذاك المشروع وتبقى تعاود على الناس باللي رأى أنا اربحت أو تشد مباشرة وتشد شي واحد عزيز عليك ولا تجير مثلا وتدخله وتكشف الأراني ديالك وتقول شوف العدد شحل ولو عندي شوف هي فرحة منتك تكون فرحان أن المشروع نجح ولكن تكون مباشرة تكون متأكد أن رأى هذك يعني واحد السيد كان حكالي وعطاني واحد تشبيه وذلك تشبيه بغيت نقول لكم وهو أن هذك مني كتدخل لهم الغريب الأراني بديالك كأن كأن درتي القرطاص يعني مش ديتي القرطاص وكتري تكتيري فيه رأى كيبقى يموته وانت مكتعرف شنو شنو السبب وأنا داويتهم هنا وكيبقى يموته يوميا يعني كي يخرج هذا الشخص من عندك من الدار كيموت الأول وكيبقى ويتوالى ويتوالى وحتى كيش يحتوي لك حبات أو كيموته كامري إذن هذي هي النقطة الوحيدة اللي يعني خطأ كبير أنك هاد هاد الأراني بعده كيخاف وهم طبع ديالهم هم خوافين وفي منص الوقت آآ الأراني بعتبرون لهم بحل بحل شي شمعة شمعة مضوية إذا لمشي تتصل اللي إليها قليل من البرد غادي الطفا حاولوا أنكم هاد الشمعات خليوها منورة والحمد لله رأى فيهم فيهم الربح الربح مادية ربح معناوية ربح بينكو بالله مهم جميع فيما فكرتي الأراني أراهم يعني الربح ديالهم موافير لسبرتي ولكن القادية الوحيدة وهي أنك تسرهم مثل ما تسوريهم مش للناس ما تقلش هادر عليهم بزاف ربحتي صاف يخوت ديك الربح وراها غادي تزادولك وراها ربي غادي يزيد ويزيد ويزيد لك في الربح ديالك إن شاء الله إذن الناس ما شاركوش معنا يشاركو معنا ما تنسونش بزير جيم تكيووا على زير جيم بش تسندوني كنشكلكم على تعالق طيبة ديالكم تكيووا على زير جيم تكيووا على زير الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة